لم يعود الأمر سرا الفساد أصبح ينطق باسمه كل يوم تعرفون أنه كان هناك نوع يعني درجة خفيفة من الحياء هذا الحياء ذهب بتاتا مع فوز لقجة الذي يسيطر على الكاف ويحدد المواعيد في حكومة بلده بالمناسبة وظهر في حكومة بلده مكلف بالميزانية تعرفون من الذي يكلف بالميزانية هو الذي يستطيع الآمر بالصرف يعني الذي يستطيع أن يمنح الأموال لمن شاء يمنح الأموال حتى يفوز الحارس بونو بالكرة الدهبية يمنح الأموال حتى تفوز المغرب بالمباراة الفلانية أو بالبطولة الفلانية فرياض محرس قالها صراحة أمس البعض لامه على هذه الدبلوماسية التي غابت عنه ولكن البعض شجعه وقال يجب أن نقولها صراحة في عيون المفسدين أنت فاسد أنت فاسد لأنك تريد أن تسرق الكرة الدهبية مني رغم أني أنا الذي أستحقها طبعا رياض محرز الذي يقول أنه يستحق هذه الكرة الدهبية معي للحديث عن هذا الموضوع الزميل مونير بن قاسي الصحف الرياضي مونير مساء الخير مرحبا بك مساء الخير زميل قادة تحياتنا لمشاهدين الكرام طيب مونير البعض يقول يعني يلوم محرز على كلامه الصريح والبعض يقول كان يجب أن يتحدث لأن رائحة الفساد أسكمت الأنوف يعني الأمر لم يعد علاقة بالكولسة الأمر أصبح مباشرا وصريحا والجميع يعلم به ما رأيك أنت؟ أمور غريبة جدا كيف سألناس هدوما يلوموا محرز؟ وش قال المحرز؟ أين أدنب محرز؟ أين أخطأ محرز؟ ألا لعب لي فاز بتولتي مع أحسن فارق في العالم أحسن فارق في العالم في أحسن بطولة في العالم في العام الماضي رياض محرز عشرين هدف وخمستاش تمريرة حاسمة في كل منافسات منتخب الوطني وفارقه كيف حارس مرمى؟ كيف حارس الناس هدوما يرى هم الناس اللي حبت تردلنا كورت القدم هدي أشياء ما عندها حتى اللي يتحكم فيها أي منطق كيف حارس مرمى؟ نويير لي فاز فاز بمونديال 2014 وفاز بخمس ألقاب مع باير ميونيخ ما تحصلش على الكرة الذهابية فحارس فاز بالأوروباليك والحق الدور ربع نهائي معه منتخب بلده يفوز بالكرة الذهابية على حساب من على حساب لعب فاز بالتولاتية محرز قال وين الدنبو محرزكي ملعبش النهائي ملعبش النهائي لأنه لكنه بطل أوروبا حبه حبه وكاره من كاره احنا نعرفه قادة باللي الكاف هدي قلناها في آلاف المرات هيئة مختطفة من طرف فوزي لقجع وهدي حقيقة كل هذه الهيئة ولت فاسدة ومن يتحكمون فيهم استغفر الله يا ربي مجموعة كبيرة من الفاسدين احنا من الممو احنا فهمنا بعد الاعلان عن البلدان يرح تحتضن كارن 2025 و2027 ان المنطقيين تمنا نفهمه باللي خلاص ما بقاتش ما بقاتش ما مندروا فيها ثيقة ما بقى حتى منطق احنا لابدنا كل ما هو فاسد الآن كل ما يتعلق بالفساد وراءه شخص معين اسمه فوزي خاصة عندما يتعلق الأمر بأي شيء جزائري بأي شيء جزائري هذا يدير صداع للمخزن المغربي وفوزي لقجع الآن جا في تريقه محرز بأي وسيلة راح يضغط على الناس في كل هاد الأمور باش يكون الكرة الجهبية تكون البونو وراح تكون مهجلة إضافية الكاف ما وليس يهم المهاجل القادم صحيح خصوصا أن الحفل يقام في مراكش المغربية يعني كل حاجة مهيئة لسرقة الكرة الذهبية من اللاعب الذي يستحقها نحن لا نقول عن محرز لأنه جزائري بل لأن الأرقام التي قدمها والإنجازات التي هو ذكرها في حواره مع ليكيب كلها يعني بالمنطق تقول بأنه هو الذي يستحق الكرة الذهبية الإفريقية بعيد بعيد قادة بعيد على المنافسية شكونا أي لعب اللاعبين الكبار الفارقة اللي كانوا نفسه رياض محرز كين صلاح صلاح الموسم الماضي اللي شفنا ليفربول شوية كين يقول لك فارق متوسط بأرقام متوسطة ما شفناش ديفر بولي ما في يشوفه صاد يوماني مع بايرمينيق ثلاث أشهر أخيرة ما لعبش كان لعب أوسيمان لعب نابل لعب نيجيري هو اللي كان متألق الموسم لكن فاش في البطولة مع نابولي أين اللاعب الإفريقي اللي باستطاعاته هنا في صريات محرز الكرة الذهبية ما كان حتى لعب بدون شعبوية داعيدا عن الجهوية كل هذه الأمور نتكلم بلغة المنطق وبلغة كرة القادمة رياض محرز يستحق الكرة الذهبية بعيد 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 على منافسه كلهم لكن ديرونا حارس مرمى ينافس رياض محرز لي حارس مرمى هذا ما فاش بكأس العالم ولا فاش نيويير نيويير فاش في 2014 يانرس فاش بكأس العالم وفاش بكل ألقاب مع باير ميونيخ وما فاش بالكرة الذهبية فما بالوك حارس يفوز بالأوروباليك هل الأوروباليك تضاهي ربيطة الأبطال لي هو أغلى 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 لقب في كرة القادمة بعدك أس العالم ألا لا لا واحد يكون واحد يكون شوية منطقي نظن شوك دايما نحن نهضر على المؤامرات نهضر على المؤامرات اليوم كما قلنا مؤامرة مباشرة اليوم أنه لا غبار عليها لا لا أكثر من لا غبار عليها كما يقول اسمو سكوين أكثر منها لا لأنه اليوم تحس أنه أنه في حاجة تطبخ في حاجة تطبخ لإبعاد رياض محرز والجزائر والجزائر خلاص إحنا نخلصنا كما قالوا الأخوة وضوكار سيزيدوه واسموه واسموه رياض محرز أنا نشوف إلى ما مدوش الكرة الذهبية رياض محرز اليوم تحس باللي المخطط ضد الجزائر ما زال متواصلا هذا من جهة من جهة ثانية أنه أنه الاتحاد الإفريقي لي كرة القدم من الكعف وليت كما يقول لك قلناها دائم أنه واسموه الحاج دمية في يد في يد واسموه القجع دائم أنه واسموه نقولها ولا هو يقول لك الناهي والآمر في كل أمور واسموه الكعف ولا صح يعني في حفلة التتويج اللي رح يديره واسموه في مراكش انتظنظن واسموه في المغرب إذا اختاروا بونوا لأي لعب واحد أخر لما تشوف النتائج اللي يحققهم رياض محرز أنا ما نظن شو أحد اللي ينجي من الحلو وشوفوا زيد حاجة أنه أنا نظن حتى رياض محرز والمدرب الوطني قالوا واش لازم يقولوا أنه اليوم إلا راكم حابين ديروا هذ المؤامرة ديروا ذا الحفلة وحدكم لأنه اليوم اليوم أنك ما تمتش كاسي فريقة للجزائر ما تمتلوا لا خمسة وعشرين لا سبعة وعشرين ربما لا تسعة وعشرين لا واحد وثلاثين لا أي واسموه منافسة وزيد اللعب أحسن اللعب اللي شفناه وشدة وسبوليتيت اللي دهم ومعن تتمدها الحارس ما أنا شوف جنرال الموات التتويجات يكونوا ليخلق الفرق في لإصناع الفرق توتولاند لسيزون أنا شفناه بلي محرز كان نظارو نال كأس الكرة الذهبية في 2006 وكلمة الدنيا كأس العالم وانتقادات كثيرة هذا مدافع ليس حارس ريسا مونبرك بالوندور أوروبيا ديروا درجة كبيرة على هولوند لدات